أخي المشاهد أختي المشاهدة السلام عليكم في هذا الفيديو سنقدم لكم الدرس التاسع عشر في الزخرفة المغربية الإسلامية الأصيلة فالدرس سنتعلم كيف نسطر المثمان المتشابك أو المثمان المعكوس تسطر هالمثمان هو معقد شئ إنما لكنه جميل جداً سنتعلم هذا النموذج بطريقة هندسية على مراحل لنبدأ على بركة الله بحالك تشوفوا بحال العادة عندي هنا ورقة بيضاء من حجم 4 21 سنتيمتر في العرض 29.7 سنتيمتر في الطول أو بالحساب الإنجليزي 8 على 12 إنش سنحتاج للدائرة 30.8 قلم ميدادي 30.8 قلم الرصاص 30.9 منجرة 30.9 التي حتجت لها 30.9 بالدرس 31.9 مسترة 31.9 ثم المنحة 32.9 هذه الورقة اصطرتها في المرحلة الأولى كما ترون اخترت المربع 16 على 16 سنتيمتر هذا المربع خارجي ثم هناك مربع داخلي 12 على 12 سنتيمتر ثم حتى نحدد الوساط هذا المربع استعملت الدائرة هذا مثمن ثم هناك 8 سنتيمتر ثم سنتيمتر ثم سنتيمتر ثم سنتيمتر 45 درجة ثم سنتيمتر ثم سنتيمتر ثم سنتيمتر فجرس وطهر ثم سنتيمتر einem ثم stud وشيئ يعني نعملو العالم على سبعة و السنتيمتر لها جهة نعملو سطر العالم على تسعود لماذا؟ لأنه ما بين سبعة و تسعود جوش ديال السنتيمتر غدي نجي احتل هنيا مثلا كذلك وغدي ناخذ جوش ديال السنتيمتر هكذا وغدي نستطر هنا سوف نضب له شيء شوية من الداخل هكذا ثم نعمل نفس الشيء نتبع هذه العالمات اللي عملت و سوف نضب له من الداخل لأنه يعني في العرض دياله الكامل سيكون جوش ديال السنتيمتر و هكذا و هكذا و هكذا تعملو بهذا الخط و بهذا الخط و بهذا الخط و بهذا الخط الشيء عملتو في مرحلة تانية شوش ديال السنتيمتر في مرحلة تانية كتشوفو بإننا مرحلة تانية كل سنتيم و كل سنتيم و كل سنتيم هذه الخطوط المثمن المعكوش ثم جميلة و أخذت كل شيء من الأشطر جميلة هنا و أضعها يمكننا أن نقوم بعمل هذه التسطرة ولكن سوف نحدد ثماني الزوايا وثماني الأضلع وضع المسطرة بقرة الواسطرة وضع المسطرة بعد ذلك وشمتري لماذا؟ المسطرة وضع المسطرة وردت هذا العربط يضبط 5 سنتيمتر 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 إلى آخره ق realistic لدي 9 موضوع تحتاجون النابل لتسطير المثمن المعكوس أو التسطير المثمن المشبك و هذا النابل الأمر التي ترى ترغب في الوسط مرحلة التالتة محلقة تنتهي هذه حيث تشاهدون انا اربطت هذه النقاط انسيت مقتلكمش بانها بانها هنا فتنجي وتنأخذ سنتيمة تحتها هنا وكن نحط وكن نرسم المتمع هناك تشاهدون بانها هكذا عملت رسمته بهذه الطريقة لما انا لم اكملتش تقريبا كامل ولكن لم اكملتش كامل باش نوريكم كيفاش غادي غادي نكمل على هذه الجهة هذي باش تكون عندكم فكرة كيفاش ستارت هذا المتمع غادي نجيل لنا يعني هذ النقطة هذي من هذ النقطة هذي فكه تلقاو الخطوط غادي نحسب سنتيمتر الفوق سنتيمتر وحطيت العالم هنا ثم هنا غادي هذ النقطة هذي الخانة اللي فيها جوجة سنتيمتر في العرض جيت هنا الوسط الوسط فيه سنتيمتر وسنتيمتر قسمته على جوجة هكذا هكذا ثم بحالك تشوفوا غادي نمشي كذلك لهذه النحية من نفس الشيء الوسط وغادي نربط هذ النقطة هذي هذ النقطة هذي دائما من هنا تل هنا سنتيمتر واحد وغادي نجي من الدخل نضبله هكذا بشيبان ثم من هذه النحية كذلك ثم نضبله كذلك ثم ثم هكذا هكذا في حالك تشوفوا هذ الخطوط هذي كي يصلون هنا وكي يتجنون إلى الخطوط وكي يتجنون إلى الخطوط وكي يتجنون إلى الخطوط في تحقيق لا ترجوها فهذا هذا مطاح مطاح عندما يتجنون إلى الخطوط فهذا المضاد ونفس الشيء يجب أن نقوم أنا أما لي خط أخر احنا نجي نكمل وكذا ثلاثا هنا ترى الدخل من فراجعة هنا يوجد ان تخطر المعالم يوجد ان تتبع الوصول موضوع الدخول سوف نضح الان ونربط نضح الان نضح الان نضح الان نضح الان يجب ان يكون مضح لان يجب ان يزرب لا يجب ان يكون مضحت ثم ثم سوف نأخذ لنا هذا الخط الذي تشوفون سوف نأخذ القدام نحن نأخذ القدام سوف نأخذ القدام نفس الشيء نضيف هذا الخط أحضر قدام هذا الخط الذي أخبركم هو الشيء المسؤول فهو يجب أن يكون يحضر جيدا سوف نأخذ القدام ولكن هذه الحياة لا يستمر نضرب و هنا عملت النجمة ثم نضرب ثم نضرب و نكمل النجمة النجمة يتم بتالي و كدت يناسب الرجم يتم ممواتами ثم الشخص الزجا لتكون لدينا خطوط ثم هذا ترى ميزان لدينا جديد كما ترى هذه الخطوط التي تقوم بعمل الميزان لكي تقوم بعمل الميزان لا تقوم بعمل الميزان ثم تقوم بعمل الميزان وهذا الهج هكذا نعمل الميزان فقط والضبط وهذا كذلك على حساب الميزان اللي جاي من هاتجها ولي عرج هكذا دفاع المثمن دينا حليك تشوفو كبل مثمن المعكوس خانة ماشية هكا وخانة جاية معكوسة حليك تشوفو هنا هاتج الخطوط هيتمحاو الى اخرى هذا هي المرحلة حليك تشوفو الثالثة من الرسم المثمن المتشابك او المعكوس المرحلة الرابعة اللي هي الرابعة سب كتشوفو بانه هو مرسوم كامل ولكن بالخطوط ديالو الخطوط ديالو خليتم هكا باش يبلكم لانه لانه هذا النموذج هندسي بامتياز ثم اخيرا المرحلة الرابعة والاخيرة وهو النموذج المعكوس المرحلة الكامل وهو ملون لو نلونتو بحالك تشوفو هذه الالوان متناسقة وانتوما كيمكنوش تعملوه الوان على حسب الدوق ديالكم هذي هو ادوه المثمن المتشابك الكامل وفي الاخير كيمكنو تقطعوا هاتش كله بحال الليك تعارفوه وتحطوه على الورقة يعني على البلاستيكية بلاستيكية شفافة ثم من بعض سيستعملوه كناموذج شكرا على انتباهكم العجبكم بالبيت يوم مدخلوش علينا مشاركة علينا مشاركة مهمة باش يوصلكم الجديد وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته